ها واحد السلام عليكم لكل الإخوان والأخوات ومتابعيني ومتابعاتي القناة فوق شوية الأولى والتانية نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة الجيدة إن شاء الله الإخوان والأخوات بزاف منكم اللي تقول لي فينك وفين غبرتي ولكن أنا كنقول لكم الإخوان أنا ما غبرت متشي حاجة أنا موجودة معكم أنا في قناتكم فوق شوية الثانية فكتقولوا لي أغبرتي وأنا كنقول لكم الإخوان كنحط لكم الرابط للقناة التانية وكنقول لكم أنني كنترح عليها فيديوهات وعلى كل راس وقاسح راس وقاسح فالإخوان كان نضحك معكم وكان بسط معكم كما كيقولوا فإخواني أخواتي اليوم جيت غنتكلم لكم على موضوع العصابة الغبية سنسميوها بدل اسم هذا العصابة الغبية لحساب حمزة مونخيخي فالأخبار صخونة على الإخوان والأخبار اللي كينا فالحد الآن والحد الساعة أنه كل واحد كيلغي بالغاه وكل واحد الأقاويل كتكتر وكل واحد وأشنو تيقول ولكن تحية لبعض اليوتوبرز اللي تيقولوا الأخبار الصريحة واللي كينا فأنا ماشي مع دوك الناس اللي تيبغوا فقط يكذبوا ويطلعوا فقط لمشاهدات المهم إخواني أخواتي من طول شعلكم أكثر فغنتكلموا اليوم على القزومية فكين بزاف اللي تيقول على أنه هربات للمالديف وأنا كنت خرجت وتكلمت وقلت لكم باللي راها مقبوطة في الإمارات في قضية ابتزال صحفي مشهور ومعروف اللي عنده مشاكل مع بزاف ديال المغربيات لكن القزومية طيحاته في الشبكة وصوراته وطلبت له 600 مليون كتعرفوا شني 600 مليون الإخوان والسيدة عقصورة عقل قصور ومطور فأنا ما تنتكلمش على الناس اللي قصار القامة وما تنعيبش في خلق الله فأنا فقط كانت تكلم عليها تسيدة هذي اللي كلها عيوب وكتعيب في الناس وكتبتز الناس وتفضح في الناس فتحيال بزاف ديالناس اللي هما قصار القامة ولكن اللي هما عندهم روح وعندهم قلب وعندهم كرامة وعندهم شخصية اللي ما تقدرش تلقاه عند وحدين أخرين اللي هما حوتالات المجتمع فقلت لكم الإخوان طلبت له سميات مليون مقابل مسح الفيديو لكن هو بغي ترجل على المغربيات فأنا دعا دوك المغربيات كاملين اللي كان كي قصر معاهم ومنهم هاد القزومية هذي اللي طلبت منهم مبلغ باهد فدعاها وربحها طبعا وتشدت من طرف الشرطة الإماراتية والحد سعال إخوان وصلتنا أخبار كتقول باللي القزومية راها مشدودة ومحكومة بستة أشهر حبسا نافيدا ولكن هات الصحافي من بعد ما قدر يجاوب ويتكلم ويصرح لأنه فرسوا الضغل وفرسوا بزاف ميت قال قال باللي تقريبا هي مقبوطة يعني باش ميت كناش راه ساتر عليها قال بي أنها تقريبا هي مقبوطة وكيد خلوا ويخرش في الأدرة يعني السيدة مقبوطة وكن أكد لكم الخابرة الإخوان ولكن احتمال أنها غادت ترحل الإخوان لأنها دازت أمام المحكمة الإماراتية وتقدر تبال في أي لحظة وتقدر تبال نهار الجلسة وكان بزاف ديالناس لي تقولوا لأنها تشدت من زمان لكن الإخوان أنا كنت خرجت وقدبت الخبر فإذا هي أنا تنأكد لكم أنها تشدت يوم 23 يناير في 2020 طبعا وإحنا طبعا بغيناها تشد وبغيناها تبان لأنها رصها عامر وهذه خيتي هي الحلقة المفقودة في هذا الشيء كامل وعندها ما يتقال وهي اللي غادت تفرش القاضية أمام المحكمة ففقط هذا كان توضيح على القزومية على أنها تقدر ترحل أو لا تقدر تكون ترحلات والقاضية في سيريا تامة لكن الإخوان أي معلومة غادت وصلوا بها أكيد غادت نشاركوها معكم غنخليكم الإخوان غنخلي لكم رابط قناتي التانية في الوصف نظرا لبعض المشاكل في قناة فوق شوي الأصلية فغنخلي لكم رابط القناة في الوصف باش تدخلو تابونو فيها باش يوصلكم أي حاجة حطيتها في القناة التانية فأنا ما كان أخبرش لكم بزيف فقط لظروف شخصية نطلقوا فيديو أخر معلومة أخرى والسلام عليكم